في موضوع آخر كشفت وثيقة مستربة أن الوزيرة السابقة خاليدة تومي الوزيرة السابقة لها الثقافة قد وقعت مرسوما وزري تمنح من خلاله الوكالة الوطنية للإشعاع الثقافي لأحدى الشركة الأمريكية ما يفوق مبلغ 17 مليار سنتيم من أجل إنتاج فيلم الأمير عبدالقادر في إطار تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة العربية إلى أن الفيلم لم يتم إنجازه بعد كما ينتظر أن تمثل الوزيرة السابقة لثقافة خاليدة تومي أمام القضاء قريبا رفقة والي تلمسان في تهم تتعلق بتضخيم الفواتير